مرحبا اصدقائي في قناة العافلة التقنية. اصعد الله وخاتكم في كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بعدني مش نايم. الحمد لله رب العالمين. ولكن هيك عم تخطر بالي افكار فيديوهات نعملها لكم ان شاء الله. ام. شو اللي شايفينه قدامكم? شايفين رسائل صح? هاي رسائل يا اصدقائي رسائل اسمها رسائل مجدولي. بتفيد كتير 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 لتطبيقاتكم. يعني انت ما في داعي ركز معي. كل شوي تفتح وتبعت رسالي لمستخدمين تطبيقات. فيك تتجدولها توصل بوقت معين. بيوم معين. هاي الرسائل. يعني شوف بعينك انا رسلت رسالي هون بعض الوقت ارسلت رسالي هون بعض الوقت رسالت لسالة هون. رسالت لسالة هون بلا 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 بكل بأوغاد مختلفة. تمام? حابين تعرفوا كيف? تابعوا معنا الفيديو. بعد شوي. برحمة اصدقائي في قناة العافية التقنية. صعد الله وقاتكم في كل الخير. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشا ما نحكي كتير. احنا فرجناكم كيف انو وصلت رسائل على تطبيق من اطبط تطبيقاتنا. اه حبينا بس نعمل تست. فرجيتكم انا فيك تعمل رسائل مجدولي لتطبيقاتك. يعني انت ما في داعك. ازا انت مقلل خواص. في ناس تقول لك انا ما فاضي كل شوي. والتاني افوت. وعد ابعث رسائل للمستخدمين. حبيبي ما في عنا مشكلة. ان شاء الله معي. مع قناة العافية التقنية. انا بقول لك عن طريقة ذكية جدا جدا. بحيث انك انت تحط طيبة الاسبوع تبعت رسائل يومية لمستخدمينك عن طريق للناس اللي بعدها ما بتعرفها. وانا بصراحة هبدأ فيها بازن الله تعالى بتطبيقاتي. خاصة عنا هلأ برمضان. طب اقول لك شغلي انت هل تعلم انت عندك تلاتين يوم بخاصة تطبيقات رمضان. عندك تلاتين يوم. طب انت فيك تعمل تلاتين رسالة لرمضان توصل للمستخدمين تعون تطبيقك يوميا. بدون جهد منك. بتحط بتوصل الساعة تماني الصباح تسعة الصباح بعد المغرب عادان المغرب متل ما بدك. فيك حتى اصلا انت تعمل توقيت صلاة. ركز معي. تعمل توقيت صلاة بشكل يومي لو مستخدمين تعونك تحط المتلا تقول لين حانا وقت اذان المغرب حانا وقت اذان العشاء حانا وقت اذان. لانه طبعا ازا حابب نشرحها في فيديو ثاني نشرحها ولكن هي نفس المبدأ. طيب كيف نعمل رسائل حيث انه توصل بعدين للمستخدمين او رسائل فينا نقول رسائل مجدولة للمستخدمين بحيث ان انتي ما تتغلب كل شوي واللحظة والتاني وتنسى وبكرة تنسى وبعد وتنسى تحط الرسائل هاي وهو بيقوم بالمهام كلياتها. اول شي طبعا بعد ما احنا ربطنا بتطبيقنا احنا عرفنا كيف وانا حاط فيديو. منبلش نروح على طبعا بعد ما تكون تطبيقك هون. من اللي يستهي. وستبقوني يا اصدقائي رائع 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 هاي الميزي استخدمها. طبعا انا عندي الوضع شوي بغلب. لا يفتح الصفحة طيب فتح. نروح. نيوبوش. المشكلة انها مجانية يعني انا نبعك لي ما تستخدموها. هي مجانية. ما بحاسبك عليها. تمام? نروح نكتب. مثلا اصبحنا واصبح الملك لله. بدك تحط صورة حط. منها بدك تحط صورة كمان بيشي برجع لك. مثلا انا بدي اكتب اصبحنا واصبح الملك اللابدية هجف. هم? 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 هاي الصباح الخير. انا اليوم الانترنت ما عارف شو ماله. تعملها راية تكليك. هتطللي قبي اميز ادرس. بتعلي هون. هايعملها هيك. شوف محلاها. بتنزل بتنزل. هون اللعب. هون الفن يا اصدقائي. انا ما بدي اياي بعتلي اياها مباشرة امديت ايه امديت لي. اربطنا نبلش. بدي اياي بعتلي اياها بطوقيت معين. طيب. انا ما تبدي اياي بعتلي اياها. هلا احنا مثلا تلاتين بعشرين تلاتين. تمام? بعشرين تلاتة. تمام يا اصدقائي احنا عنا عشرين تلاتة اليوم. طب انا احنا عشرين تلاتة. انا ننسى ساعة تسعة ودقيقة. انا بدي يبعت لي اياها هاي. الساعة تسعة. هلين نقول. هون تسعة. هاي تسعة. يبعط لي تسعة وثلاث دقايق. او دايتين. هلين نقول. راديزار ماشي داية. خلينا نقول تسعة وتلاتة. تمام? انا هيك جهزتها. بحط و هاي اول رسالة هيبعتها على الساعة تسعة وتلات دقايق صباحا. تمام? هل لنا نفتح التطبيق حتى افرجيك انا كيف هتوصل معنا الرسالة. انا هل لنا سكر التطبيق. او التليفون. بس دقيقة. لا معنية لانه سودي انا سكرت لهي بس بديها هتوصل. انا فرجيكو كيف تطلع على مخدمة او عد تطلع على التليفون. هل هيب رؤوس دقيقة? هيك انت يا صديقي. هل نشوف? هم هاي وصلت افرجيكو اياها. هم هاي وصلت الرسالة ساعة تسعة وتلاتة زي ما انا حطيتها هم شوف يا صديقي. هاي وصلت الرسالة زي ما احنا طلبنا منه يبعتها. طيب انا بدي اياي يبعت لي هلأ. نرجع. انا بدي اياي مثلا يبعت على الساعة تسعة واربعة. نيوبوش. بيبين عندك الكلف اذا ضغط عليه ولا لا بس لانه نت شوي دعبان. اللي يبعت مثلا اه صلى الله على محمد وقالي وصحبي اجمعي. طيب انت بدك تضيف صورة انت حر بتكاش نمشي برجع لك. شوف انا بدي اياي يبعت على الساعة احنا قلنا اربعة صار ماري يبعت عشرين ساعة تسعة دياب خمسة دياب تسعة وخمسة يبعت لي رسالي. نايز تضغط على عفوا. هلأ نشوف كيف هتوصلنا رسالة من لطة طبيق طبعا على التسعة وخمسة. طبعا داك تحط صورة داك تحط صورة اشي برجع لك? هم هاي وصلتني رسالة تانية. هم شوفي اياه صلى الله على محمد وقالي وصحبي اجمعين. شوفت يا اصدقائي انت عندك الامكانية تبعت تلاتين رسالة رمضان. يعني انت مثلا اليوم اقول انا بتدعم تلاتين رسالة لهذا التطبيق. تلاتين رسالة رمضانية. وعندك خير الله بتروح على موضوع تكتب. ما فيه ما عارف شو تكتب تقول له بدي رسائل رمضانية. تستنى شوية يحمل. عند النت شوية دعبان. شو مشكلة مروح على جوجل. اكتب رسائل رمضانية. موضوع. احلى رسائل رمضان. هم مش عب بفتح. هاي عندك رسائل عن رمضان. تشوف كم رسائل عندك احلى رسائل رمضان. اجمل رسائل رمضان رسائل رمضانية اجمل رسائل رمضان. فعندك كتير رسائل فيك تجيبها شوف 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 كل هاي رسائل رمضان. فيك تعمل تطبيق تعمل تلاتين رسائل لكل تطبيق عندك بحيث انك انت ما في داعي كل يوم تفوت عن ونسج لون تقعد تبعط رسائل. خلاص بتنزلها. بس دك تنتبه الشغلية. لما تعمل من هون. اعمل نقبي. انا بدعم الرسالة جديدة. صليب تح يوم الانترنت عندي تعباني شوي او كمبيوتر مش عارف. بقوله نيوبوش. مثل ما نعمل من الموضوع نحط هيك. والله اخدها اه او كي. او كي. فهو اخدها من هون لانه انا اصلا عامل هون للموقع اعمل له اه اه محمد داخل هون. رأي على سايت ستينجز. مشان ما ينسخ رابط الموقع. عمل جاباسكريبت وبلوك. جاباسكريبت وبلوك. فانتم اي شيء بتنسخهم من موضوع. اي شيء بتنسخهم من موضوع ما حينسخ معه رابط الموقع بتروح هون على هاي العلامة نفس الشيء على الموبايل بتعمل سايت ستينجز. بتنزل على جاباسكريبت هيها بتعمل بلوك. فانت اي شيء هتنسخهم من موضوع ما حينسخ لك اياه بالنص يعني تكون مع الصائم وبعرف شو هاي قضي. بعمل اي شيء هاي. مسلا. شو هاي تاك. هاي صح. هاي حطينا النص بقول له انا ارسلي اياها تمام? شو هاي جديد ايه. انا امنع لها فيها. تايم زون. هيا ما شفتها صراحة. انا انا بدي اياها لا افريون. بحط تايم. انا بدي اياه متلا توصل للمستخدم. خلينا نقول احنا رمضان ان شاء الله الله يجيبه علينا وعليكم الصحة والسلامة. متلا عن تلاتين. بدي اياه بتلاتين. اختار هاي الرسالة. فبحط له. تسعة وهيك وعشرة. خلصنا بحط. وسكاتج والمسيج. وخلصنا هيك انت يا صديقي. عملت تلاتين رسالة لتلاتين يوم من رمضان. بدون ما في داعي. تحمل او ما في داعي. تفوت على الوان سيجنال كل يوم. وتعد تبعت رسالة. يعني انت عندك اربعين تطبيق ولا خمسين تطبيق ولا عشر تطبيقات ولا خمس تطبيقات ولا خمسة عشر تطبيق ما حتيجي كل تطبيق تفوت عليه وتعد تكتب لك رسالة وده جمع الرسائل جهز الرسائل خد لك نص يوم. شهزها اعملها وخلص انت هيك عملت رسائل مجدولي لطيلة الاسبوع او لطيلة الشهر حسب ما انت بدك او حسب ما انت شايف مناسب لتطبيقك. بناشي نحكي ان ان ادعي فيك انت تطبيقك بتعمل اللي بدك هي تحط رسائل مجدوري تنبيهات مجدوري متل ما بدك. وفيك اصلا انا قد بديش احكي عنا ولكن انت احكي عنا انت مثلا تكتب حان نوعد آآ زان المغرب مثلا حسب التوقيت المحلي لبلد الاردن مثلا مثلا انت بتبعت آآ مسيجات للناس ان انت عارق معظم اللي حملوا تطبيقه من الاردن فيك تحط اللي من حانا موعد ادان المغرب بتعمل خمس صلوات وخمس مواقيت فيك تشوف موقيت الصلاة بالاردن وتحط المواقيت فبصير على كل وقت صلاة يبعت له تنبيه للمستخدم فهيك هو بيشوف تطبيقك ومحترم ورائع وجميل تمامك اصدقائي اتمنى نكون فيتكم بالشرح اسم الفكرة بشكل عام انك انت بتبعت رسائل مجدولة او تنبيهات مجدولة دون الحاجة اللي كل يوم تفوت على وتبعت للمستخدمين عندك تنبيهات او رسائل طيب اصدقائي اتمنى نكون فيتكم بالشرح ومثل كل مرة لايك وسبسكرايب للقناة ودعموني مثل ما بادعمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتمنى لكم يوما سعيدا واجازة سعيدة والسلام عليكم